التقى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربي في مكتبة سعادة سفير الكرسي الرسولي لدى المملكة ممثلي قداسة البابا المونسينيور جوفاني بيترو دالتوزو وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين عمان والفاتيكان وآليات التعاون والعمل المشترك وأشهد السفير دالتوزو بمستوى التطور الذي وصلت إليه مدينة عمان في كافة المجالات مبديا استعداد الفاتيكان لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين شددت الحكومة الأردنية على ضرورة تسهيل الإجراءات للقادمين للعلاج والاستشفاء من الخارج والتعاون كذلك مع السفارات الأردنية لدعم جهود القطاع الخاص الطبي لما يتمتع به من إمكانيات واسعة وخبرات بشرية كفؤة جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع عددا من الوزراء والمسؤولين المعنيين أكد خلاله حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية باستياحة العلاجية والاستفادة من المكانة الطبية المميزة للأردن في العالم كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات المطلوبة لتفعيل القطاع الصحي وتحسين الإجراءات التي تسهل وصول المرضى وقاصد العلاج والاستشفاء إلى المملكة وسبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإظهار المزايا التي يوفره هذا القطاع وترويجها في دول جديدة